أطلق صباح اليوم وزير التدريب وترقية المهن الصغيرة أدم دنغاي ناكورغيت عمال اليوم الإخباري لصالح عدد من النشطين في القطاعين العام والخاصة حول كيفية ترقية وتطوير المهن الصغيرة في البلاد تقرير مناحسا سكايا في هذا العصر الذي باتت فيه التكنولوجيا تشكل عنصرا مهما في جميع المجالات المهنية والفكرية يجيء هذا اليوم الإخباري والتوعوي لصالح بعض النشطين بالقطاعين العامة والخاصة حول كيفية ترقيات وتطوير المهن الصغيرة والتدريب المهني وقد نظمته وزارة تدريب وترقية المهن الصغيرة بهدف حث المعانيين عن أهمية تدريب المهني وخاصة الشباب لتطوير مشاريع المهن الصغيرة لكي تكون قادرة على المساهمة الفاعلة في تعزيز التقدم الاقتصادي والمعرفي خلال الكلمة الترحيبية التي قدمها مسؤول المدرسة المهنية للفنون والحرفة فقد أشاد بالدورة الكبيرة التي تقوم به الوزارة في تطوير قطاع التدريب المهني قاصة بين الشباب فإن تطوير القطاع القاصة والعام يتصدر جدول أعمال الوزارة في ترقية وتطوير تلك المهني عبر الشراكة الفاعلة هذا ما أقده وزير التدريب وترقية المهن الصغيرة فترة قسية ولازم في الاتماع الدارين والسبو كيف قاعدين نقروا في الوزارة هذا وفي نهاية المناسبة قدمت شهادات تقديرية للمتفوقين في المدرسة المهنية للفنون والحرف في مجال الفندق والكهرباء والميكانيكا وأن هؤلاء الفنيين مستعدين للنزول إلى سوق العمل نظم صباح اليوم حزب الاتحاد الوطني للتنمية والتجديد بمقره مؤتمرا صحفيا حول الجولات التوعوية التي قام بها شباب الحزب إلى الأقاليم الجنوبية والتي شملت كل من مدينة سار وموندو ودوبا وكمرة تقرير إبراحيم محمد موسى سعيا إلى العمل الدؤوب في حزب الاتحاد الوطني للتنمية والتجديد جاء دور شباب الحزب الفعال في أعمال الحزب حيث قام شباب الحزب بجولة إلى الأقاليم الجنوبية بالبلاد وقد حضيوا بترحيب كبير من مناضل الحزب في كل من مدينة سار وموندو ودوبا وكمرة وأشادوا بشباب الحزب في الأقاليم بنشاطاتهم المستمرة ونضالهم وتفانيهم بخدمة الحزب من جانب آخر شجع الوفد على الأعمال والنشاطات الشبابية لتطوير أنشطة الحزب واستمع الوفد إلى التوصيات والمطالب والمعوقات التي تقف أمام مسيرات الحزب وأشار إلى أن الحزب ماض في إنجاح مسيراته الحزبية كغيره من الأحزاب الأخرى في المساهمة لأجل النهوض بالبلاد كما رد المؤتمرون على أسئلة الصحفيين بكل وضوح ونشير إلى أن الأحزاب السياسية تساهم في التنمية وتوعية المناضلين والمناضلات لأجل النمو والازدهار في كافة أرجاء الوطن قدم صباح اليوم أعضاء جمعية العمل من أجل التضامن ودعم الطبقات الفقيرة معدات مدرسية لتلاميذ المدرسة الرسمية للعائدين من جمهورية أفريقيا الوسطى جرت المناسبة مخيم قوي في الدائرة الثامنة تقرير عيشة أحمد دوبي ألفاء المجتمع الشادي خلقا إنسانيا كريما في رسم الابتسامة والسرور في نفوس الشرائح الضعيفة بحيث تعمل الجمعيات المدنية على حاز المنحة وأن جمعية العمل من أجل التضامن ودعم الطبقات الفقيرة التمست عنها الأطفال العائدين من جمهورية إفريقيا الوسطى فشرعت بالتقديم المعدات المدرسية لهؤلاء الأطفال تزامنا مع بدل عام الدراسي الجديد 2017-2018 هذه المناسبة شهدت الكلمة الترحيبية من قبل رئيس مقيم قوي الجنوبي موسى بشير الذي أشاد ببادرة الجمعية والتي لم تكن الأولى من نوعها في تشجيعهم ودعمهم لأطفالهم من أجل التحصيل العلمي بينما قدم المدير العام للمدرسة الرسمية للعائدين علي رحمة شكره للجمعية مناشداً باقي الجمعيات أن تحزوا حزوهم الأمين العام لجمعية العمل من أجل التضامن ودعم الطبقات الفقيرة تحدث عن دوافعهم من تقديم هذا الدعم التربوي إن جمعية العمل من أجل التضامن ودعم الطبقات الفقيرة تأسست عام 2016 وهي تعمل في مجال الدعم ومساعدة الشرائح الضيفة في المجتمع ترجمة نانسي قنقر